عايزين موضة تتكلم عن تلفزيون مصر كمان عايزين برضو نتكلم كمان عن دور الشركة المتحدة الخدمات الإعلامية يعني زي ما بتقدم إعلامية بتقدم كمان فن وبتراعي حاجز دي كواس جدا أن هي أطلقة الحملة ومرعية حاجز دي كواس جدا في أفلامها وفي مسلسلات وحنا شايفين الكلام ده خلال فترة الحقيقة الموضوع ده بقاله أكتر من الموسم مش بس يعني هما فعلوا الموضوع من قبل ما يبقى فيه المبادرة ولكن يمكن المبادرة في وقتها نتيجة أحداث معينة حصلة حاليا وهما لسه مكملين وفكرة أن احنا بنتكلم على المسلسلات اللي ممكن تكون بتناقش المشاكل الأسرة أو الوعي من هذا النوع هتلاقي مسلسلات كتير بتفعيلت حاليا سواء في أوف سيزون أو اللي لسه بتم تجهز لها بتشوف قد إيه احنا رجعنا للدراما الأسرة أو دراما العائلية احنا كان بقالنا فترة كبيرة جدا بنشوف مسلسلات مفيش أب ومفيش أم أصلا بتكلم عن شلة شباب مع بعض أو كابلز مع بعض ما بنشوفش لجد ولا جدة ولا أب ولا أم ولا أي حاجة اللي هو المفروض بيمثل الشخص الخبرة كنا بنشوف مسلسلات الشخصيات مبتورة مفيش دور للأم مفيش دور للأب لكن مؤخرا إحنا رجعنا مرة تانية لفكرة المسلسلات اللي بتكلم عن الأسرة بتكلم عن مشاكل العيلة بنتغلغل فيها وده اللي بيخلي الناس تحس انه ولأ ده فيه لسه حد بيفكر فينا كأسرة أو كعيلة وبنتلم كلنا قدام الشاشة